السلام عليكم رحمة الله كيف الحال يا شباب رجل لكم مقطع جديد مقطعنا اليوم راح نتكلم عن الخطوة الثانية راح تكون معنا في تحديث الخزنة او اللوكر بشكل عام الاشياء اللي تكلمنا عليها مثل الالوان والبككسات اللي حتنزل معنا طبعا هذا الخبر له يومين نازل طبعا انا كنت مجهز الاخبار كاملة لكن للاسف كنت تعبان وما قدرت اني انا نزلها الحمد لله الان صح صحت وقدرت انا نزلكم المقطع طبعا في عدة اخبار يعني اشياء مفاهمين لنا اياها انه شو راح يصير بعض الاخطاء وكيف راح تتجنب حلها ولا قدام راح يحلونا اياها طبعا هاي هي الاخبار كاملة وان شاء الله راح يعني نترجم لكم اياها ونحكي لكم اياها زي ما احنا متعودين يعني في بعض الاشخاص وقلولي حط جيم بلاي مع الشرح او اشي لكن هاي مجرد اخبار لازم نبسط لكم اياها ونفهمكم اياها في اجدعي للجيم بلاي معاها او اشي فندخل في الاخبار كاملة بحكي لك نشرة شركة مجموعة من الاخبار والتسريبات حول جزء الثاني من اضافات الخزنة او الاكسسوارات في طور الزومبي او في السيف دور طبعا من اهم الاضافات اللي راح تكون معانا اللي هي اعلنت شركة انه سيتم اضافة الفأس او ما يسمى بالبككس الخاصة بالبتل رويل لتكون متاحة لاستخدام في طور الزومبي في التحديث رقم عشر بوينت عشرين حيث سيكون هناك خانة اختيار خاصة بالفأس لتحدد الشكل الذي تريد استخدامه قبل الدخول المهمة ايضا سيكون بامكان اللاعب استخدام اشكال الفأس التي قام بفتحها في طور الزومبي في كل اطوار اللعبة مثل البتل رويل والكرياتف يعني الفؤوس المعاك في الزومبي راح تقدر تستخدمهم في البتل رويل فيعني انت راح يكون عندك فؤوس مميزة لما تلعب بالبتل رويل بالكرياتف الى اخره يعني ايش بدك تلعب بالبتل رويل حيكون معاك فؤوس يعني ما عندهم زومبي حيقولولك من وين هاي الفؤوس الموجودة معك طبعا هون بيحكو لك اللي هو بعض المشاكل التي ستواجه الفأس ويستم العمل على حلها في التحديثات القادمة فهون بيحكي لك انه في بعض المشاكل راح تواجهنا او تواجهكم فكيف انت ممكن تتجنبها هاي المشاكل فهم موضحيننا اياها في نقطة نقطتين ثلاثة اربع نقاط فراح ان نحكي لكم اول نقطة اول نقطة عند اختيارك لشكل من اشكال الفأس في قائمة الخزنة سيظهر دائما انك اخترت الفأس التقليدي الخاص بطور الزومبي الى انه في الحقيقة لو دخلت الى مهمة ستجد الفأس الذي قمت باختياره لذلك هي ليست الا مشكلة عرض في القوائم الخاصة باللعب وسيكون من السهل عليهم حلها في التحديثات القادمة هاي اول مشكلة اللي هو اذا انت فتت على الجيم اخترت فأس معين مثلا يعني خلينا نحكي اخترت الكريك فتت دك تلعب فيه بالزومبي او مثلا اخترت الكريك وظله اللي هو الفأس تبع الزومبي فلو فتت على الجيم راح تلاقي مثلا الكريك معاك لكن هو بالاصل بالقائمة الرئاسية العرض ما حيتغير معاك لكن اذا فتت على الجيم راح يكون متغير معاك هاي الاول نقطة عشان الكل ما يوقع فيها ثاني نقطة عنا اللي هو فأس البنر او فأس الذي يمكنك استعراض البنر الخاص عليك به يوجد به مشكلة حيث ان البنر الذي يعرض او يظهر عليه هو البنر الذي قمت بتخصيصه في البتل ريال وليس البنر الخاص بك في طور الزومبي فهم عندهم هسا حاليا مشكلة اللي هو انت هسا حاليا بنقدر احنا نحط بنر خاص في الزومبي وبنر خاص في البتل ريال فحاليا في عندهم مشكلة فيها فمش قادرين يحلوها فعشان تكون عارف انه هاي المشكلة راح تكون وراح يحلوها مع يعني التحديثات القادمة النقطة الثالثة اللي عنا اللي بيحكي لك لن تكون كل الفوس التفاعلية او تلك التي تظهر تأثيرات عند القتل او عند نهاية اللعبة في البتل ريال اللي هو اللهم صلص محمد ستكون فعالية او فعالة وتظهر تأثيراتها في طور الزومبي حيث ان النظام التأثيرات بها المتعلق بعدد القتل او كمية الضرر المتسبب لللاعبين الاخرين لا تتناسب مع ارقام او احصائيات اللاعبين في طور الزومبي ولذلك سيتم العمل مطولا عليه لاجاد نظام خاص بها في طور الزومبي او ان ينتهي بها الامر بتعديل الارقام المتعلقة بها حتى تتناسب مع نسبة الضرر او القتل التي تسببها في طور الزومبي هنا النقطة الثالثة ايش بيحكي لك بيحكي لك انه حاليا الفؤوس في بعض الفؤوس ما راح يتكون شغالة او ما راح ينزلوها ليش لانه راح يكون فيها مشاكل في الارقام ايش هي الارقام مثلا ما انا اجي اكسر شغلي مثلا بيعطيني مية ممكن ما اجي اكسر فيه ييجي يعطيني مثلا عشرين ثلاثين زي بالبتل ريال لكن هم حاليا شغالين على حل هاي المشكلة ومشكلة الارقام دائما في سيف دا وورد انتو زي ما بتعرفو من عالم لعالم من عالم لعالم الارقام بتختلف فيها ارقام كثيرة فبواجهو مشاكل كثيرة دائما بالسيف دا وورد مش زي مش زي البتل ريال انها ارقام معينة فقط اه ارقام يعني محددة لكل اسلاح بالسيف دا وورد لا في ارقام متعددة للاسلاح وللفخ ولكل اي اشي فهون عندنا النقطة الرابعة بيحكي لك عند دخول اللاعب الى اي مهمة سيظهر الفأس التقليدي في يده لمدة خمس ثواني قبل ان يتحول الى الفأس الذي اختاره من مجموعاته الخاصة تم العمل على حل مبدئي لهذه المشكلة الى انه سيتم حلها بالكامل في التحديثات القادمة فيعني هون اذا صارت اذا دخلت اللوبي وكان معاك الفأس التقليدي اللي هو الفأس اللي المتعودين عليه راح يتغير معاك في التجوين على الجيم فهون بيحكي لك استخدام الالوان الاسلحة في طور الزومبي يتم العمل بجد على موضوع الوان الاسلحة في طور الزومبي حيث يتم تحقيق نتائج جيدة حتى الان لكن ما زال هناك الكثير من العمل لتصبح هذه الخاصية ملائمة للجميع اشكال وانواع الاسلحة في طور الزومبي حيث انه سيتم العمل على كل سلاح على حدة حتى تظهر عليها الوان الاسلحة بشكل ملائم وجميل والان العمل على كل هذا يحتاج الكثير من الوقت وقد يتأخر اضافة هذه الخاصية الى طور الزومبي حتى بعد بداية السيزون القادم يعني احنا منعرف انه في طور الزومبي اسلحة كثيرة اسلحة كثيرة كثيرة يعني واشكالها كثيرة فتركيبة الالوان عليها مواجهين فيها صعوبة لكن هم قاعدين بشتغلوا على حلها انه اي لون تركبوا على اي سلاح يركب عليه على طول فبيقولوا لك انه هاي مشكلة كثير قوية فممكن انه يعني مع بداية السيزون القادم ممكن تايل اقولها حل فهنا هم يعني يعني الكويس انه بوضحوا لللاعبين ايش المشاكل وايش علولها يعني فهذا الشي جدا جدا ممتاز صراحة انه بفهمونا شو المشاكل ممكن تواجهنا في التحديث القادم عشان نكون احنا عارفين انه هاي مش مشاكل اصلا وينزل التحديث لا هاي المشاكل موجودة لكن مش راح يتأثر علينا باي اشي فهنا بيحكي لك اللي هو الوان الاسلحة او على الاسلحة الميلي والسيوف فخلينا نشوف ايش بيحكوا هنا يعني على الميلي لن او لم يتم نسيان امر اسلحة الميلي في هذه الخاصية الا انها تحتاج الى النظام برمجة جديد وعمل فني على كيف ستظهر اشكال الالوان عليها خاصية الالوان الاسلحة تعتبر من اجمل الخواص التي سيتم اضافتها للعبة لذلك يتم العمل بجد وتأني على ان تظهر بشكل المناسب وجميل على كل سلاح من اسلحة اللعبة وسيتم اضافة الوان خاصة باسلحة الميلي فقط والوان اخرى خاصة بالاسلحة الرشاشة فقط فزي ما بنعرف انها كنا راح يكون في عندنا شب خاص للزومبي فاكيد هم هاسة حاليا عشان يحله هاي المشاكل راح يعمل شب خاص بالزومبي انها الوانها فقط للالوان مثلا الرشاشات والميلي تركب فقط لطور الزومبي بتكون مستثنية من البتل ريال عشان ما تصير عندهم مشاكل فزي ما هون حاكونا انه الميلي حاليا ما راح يكون فيه لها الوان وبعض الرشاشات ما راح يركب عليها الوان لانه في بعض المشاكل عليها فاتوقع انه حلها هاي المشكلة انهم ينزلون سوق خاص فينا في طور الزومبي يكون فيه الوان للسيوف يكون الوان للرشاشات خاصة في طور الزومبي لون بكون وصلنا لنهاية اخبارنا لليوم طبعا يعني عشان الكل يكون عارف يعني احنا دائما يعني عنا فريق عمل الحمد لله شغلين على الاخبار اول في اول طبعا هو الخبر اللي يومين نازل باول ما نزل نزلنا لكم اياه لكن للاسف زي ما قلت لكم انا كنت تعبان وما قدرت انزله طبعا دائما ما حب نذكركم في اللي هو الخاص فينا في طبعا الناس الحاب بتجون علينا في طبعا هذا هو الخاص فينا بتلاقوه في اسفل صندوق الوصف لكل واحد حاب يجون طبعا هون عندنا اخبار للزومبي لكل اشي اخبار للبتل ريال مصابقات يعني زي ما تشايفين عشرين الف سنبين كل فائز الف مصابقات دائما شغالة معانا اول في اول الاخبار بتنزل معانا اول في اول زي ما انتم شايفين فاذا حابين تفوتوا معانا على الدسكورد حياكم جميعا واهلا وسهلا في الجميع لو انا بكون وصلنا نهاية مقطعنا اتمنىكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا لا تنسوا اللايك لا تنسوا الكومنت ولا تنسوا كود الشوب اكس تسعين يعطيكم الف الف عافية وراح نشوف الاضافة الثانية والتحديث الثاني مع الاضافات الجميلة اللي راح اشتركوا في القناة